موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن مافيا العملة السعبة في السكوار التي هي أخطر من مافيا المضاربة يا عبد المجيد تبون في حواره الأخير عبد المجيد تبون هدد المضاربين وقال بأن الأحكام ربما 30 سنة وهدد حتى بالمؤبد بل أنه هدد بالإعدام في اليوم العالمي المعتمد لدى الممتحدة في مناهضة الإعدام والعادو واللادود أنت أي اقتصاد وأي مواطن هو المضارب والمضاربة هذا هي الألكس يعني فيه طفيليين مستعملين عندهم فايدة خاصة لهم ومستعملينهم جماعاً تعالي عصابات باش يخلق بالبلاء باش يخلي المواطني يتقلق يخليك أداء أن هناك خلفية سياسية فيه خلفية سياسية ولهذا عداش قررت وقلتها السيد وزير العدل خاتم لحافظ الأختام من الشيماع الجايد عن المجلس الوزاري يعني مش هذا الأحد الأحد الجايد يكون عندنا القانون اللي يجرم بـ 30 سنة أقل أدنى عقوبة هي 30 سنة ممكن تمشي إلى المؤبد لكان مس في أمور مخل سؤال مباشرة يعني بالنسبة للمضاربين يظهرون كأنهم أقوى من الدولة أبداً لا أبداً أبداً يتصرفون في السوق مثل ما يريدون هي شوف كل اقتصاديات العالم الثالث تخلقته فيليين تعلموا عليها لأن المضاربة ما هيش في هذه السنة ولا سنة ماضية هي مضاربات يعني أنتم تذكروا الزيت في 2011 والآخر والأهو الزيت كان موف بالنسبة للمرحلة الصعبة اللي مرينا بها وين كل الأمور كانت تأدي إلى انفجار ربما اجتماعي تصلت علينا الكوفيد حاولوا يمسوا الأطباء والموم مريدين باش يفشلهم في العمل تاحهم باش الكوفيد كذا زي بالإضافة إلى المضاربة هل هناك سيدة رأيس لوبيات سياسية وراء المضاربة ايه هكيد سبحالله تأمور منظمة منظمة وقسما بالله العليا اللي نحكمه من يطرق مهما كان يندم على النهار اللي يزاد فيه إلا كان ثلاثين سنة ما تكفيش نفوت لإعدام ثم قال بأنه أمر الحكومة كي تعد قانون لذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 17 أكتوبر أي بعد أسبوع خرج بيان قال فيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة مراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قسوة تصل إلى ثلاثين سنة سجنا والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة أمر السيد الرئيس وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة أو رفع الأسعار إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة ترقية سلوك الاستهلاك الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس قضية المضاربة هذه ليست جديدة كل مرة لو نعود إلى مسيرة الجزائر كل ما يحدث غلاء الأسعار يرجعها للمضاربة والحقيقة أن المضاربة أحد الأسباب وليست هي السبب المطلق لو عدنا مثلاً لـ 2017 الحكومة تعلن الحرب على مافيا المضاربة في الأسعار اجتماع مصغر برئاسة سلال الأسبوع القادم قالت الصحيفة يجتمع أعضاء الحكومة يوم 13 فيفري المقبل تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال للبحث في طرق ترشيد الواردات وحصرها وفقاً للإحتياجات الضرورية للبلاد حيث سيخصص الاجتماع لتحديد المواد المستوردة وإما إلى ذلك في السياق آخر جاء هذا الاجتماع نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث ستعمل الحكومة على البحث عن سبل حكيمة لترشيد النفقات وتقريص الواردات دون أن يؤثر ذلك على السوق الداخلي ولا على المستوى المعيشي للمواطن بعدما أثار قانون المالية 2017 على المواطنين وتدعياته حول رفع أسعار المواد المستوردة والتقوية من جهاته أفاد تبون بخصوص الاجتماع أنه سيتناول حديث عن تحديد رخص الاستيراد وتقليصها وتحديد قائمتها وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد كالسيارات والإسمنت وحديد البناء وكذا الحمضيات كما أفاد الوزير أنه ستنطلق اجتماعات جهوية مرتقبة للتحضير لشهر رمضان كان ذلك في 2017 وكان تبون أنا في تلك الفطرة وزير للتجارة وكشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن اجتماع مرتقب هو اللي يكشف عن هذا الاجتماع سيجمعه مع وزير الفلاحة ووزير المالية وعدة وزراء آخرين بمعاية الوزير الأول عبد المجيد بخسر حكومة لمناقشة ملف الاستيراد من أجل اتباع أنجع الطرق لحماية الاقتصاد الوطني الموارد الخارجية لاحظوا أن هذه المشكلة دائما كائنة وكل مرة يتكلموا على المضاربة رأي حتى فيها أتحدث عليها في 2012-2013 لو رجع له كل مرة يقولوا مشكلة يجب أن محاربة المضاربة المضاربين يا جماعة كين مضاربين صغار ومضاربين كبار المضاربين الصغار عندما يتحرك المضارب الكبير ويبدأ يغلق أبواب السلع المضارب الصغير يضطر يخب بعض السلع ويخليها إلى وقت إلى وقت هكذا وأحيانا الإشعاعات تلعب دور أنا لست متخصص في مجال اقتصادي ولكن هذا كلام قالوا لي خبراء في الاقتصاد أن مشكلة المضاربة وهذه القوانين هل يستطيع تبون تطبيق هذه القوانين على الرؤوس الكبيرة؟ لأن الحيتان الكبيرة التي تهيمن على الاقتصاد هي التي تمارس المضاربة مش ذلك التاجر ليهز شوي ببادن تعزيت يدرقهم يسمع ولا يروح يجيب السلعة ما يلقاهاش لأن المضارب الكبير غلق عليه يقعد هو يضطر أنه يخبي شوي سلعة يجيوه المراقبين هذو كانت والمفتشين هذي كانت على التجارة يلقى أنه عنده شوي ببادن تعزيت يدرقهم يروحوا يحكموا له بالمؤبد ولا ثلاثين سنة؟ هل يملك تبون الشجاعة أنه يستهد في المضارب الكبار؟ المضارب الكبار رهم رؤوس نافذة في السلطة لا يوجد رجل سيطر على سوق معين سكر ولا زيت ولا سميد ولا بطاطا ولا شيء ما كانشه راه ناس جنرالات في الأجهزة الأمين ومرة يحكي لي واحد وهو فكر أنه يدير صفقة انتع سكر صفقة انتع سكر في الخارج يلقى صفقة مليحة بأسعار معقولة فكر بداية يتحرك بش يجيبها يحكي لي هو بنفسه قال بأنه جاوني أنا راقد حتى جاء صونة الباب خرج يلقاهم ناس معهم جمعة مدنيين لبسين زي بالمدني بالسلاح داخلوا قالوا شحاب الدير قالوا له مرة لقيت صفقة انتع سكر خسر قالوا له أنساها قداشا راح يطلع لك منها فائدة جابوا له فاليزة فيها دراهم فيها زوج ملاير ولا حاجة أعطاوها له قالوا له أسكت هذه يحكي لي واحد زمان لما كنت في الجزائر في ذلك الوقت وراه توفى الله يرحمه يعني أنت تشوف عبارة عن مافيا ولكن المشكلية هنا ليست بحد ذاتها في المضاربين الكبار غلاء الأسعار راه يمشي بسبب المضاربة السلطة حاب تقول لك بلي راهي السلع كينة والنس تدرك فيها وراهي الدولة راهي موفرة كل شيء انتما الدولة مثلا سكر والزيت مخليين ربراب مسيطرة على هذا السوق علش ما تفتحوش هذا السوق لو تفتحوا هذا السوق للاستيراد ولا حتى الانتاج الوطني الدولة ما تقدرش تصنع مصنع كبير تستورد مصنع وديكوه يدير مصنع للزيت وعنده دعم من طرف الدولة من أجل أنه يحافظ على السوق ما تتجرأش الدولة لأنه هذا السوق راهي مسيطر عليه فلان ربراء وغير وغير في مجالات مختلفة وهما اللي يلعبوا على هذا الوتر لأنهم يستوردوا سلعهم بالعملة الصعبة العملة الصعبة هو يستوردها بالعملة الصعبة والعملة الصعبة تطلع والدينار يهبط لذلك اليوم راهو بينشير كيستورد سلعة لازم له كيخرج لك الزيت لازم له تغطيله المصاريف انتعه ويربح لذلك رح تطلع هنا نرجع إلى إشكالية مافيا أخرى هي مافيا العملة الصعبة اللي موجودة في السوق يا جماعة الجزائر هي البلد الوحيد رغم وجود قانون خاص بالمحلات ومراكز خاصة تابعة معتمدة قضية الصرافة وما حلوهمش والمسيطرة على العملة الصعبة والغول اللي يبلع العملة الصعبة هو السكوار أي عملة صعبة تدخل للجزائر تتباع في أقسى الجنوب العملة اللي تتجمل في أقسى الجنوب تتهز وتصل إلى الجزائر العاصمة وتتصب عند لوبي معين هذا اللوبي فيه جنرالات والمعلومات تتحدث عن الجنرال جبارة مهنة أحد لوبيهات هذه العملة الصعبة لذلك ما كانش دورو أو ما كانش أورو واحد ولا دولار واحد يدور في الجزائر ما عندوش يمتصوه كالمغناطيس جماعة اللي مسيطرين على اللوبين تا السكوار هل يعقل دولة في العالم ما اتطردش السوق السوداء السوق السوداء راي تطيح لك قيمة الدينار ولاحظوا العملة الصعبة كيف هي تتبع في السكوار قارنوها مع البنوك تلقي سعرها في البنوك راهو يكشف لك بأنه الدينار متعافي وفي سعرها في السوق السوداء الدينار راهو منهار ويخضع البزنس جا موسم تحج يطيح الدينار وترتفع العملة جا موسم معين انتع سياحة كيف كيف المواسم العادية يتراجع شوي ولت عبارة عن بزنس لا يخضع الى المعايير الاقتصادية ولا الى الدولية خلى الاقتصاد يتذرر اذا لا يمكن انك تحافظ على الاسعار بدون الحفاظ على قيمة الدينار ولا يمكن ان تحافظ على قيمة الدينار اذا لم تحافظ على سوق العملة الصعبة وتكون تحت الدولة تحت سيطرة الدولة هو تبقى نتكلم على السوق الموازية السوق الموازية راهي ماشي فقط شكاير انتع دراهم حطينها ناس وحتى كيهدر على تغيير العملة قال الناس تدير طوابير يا جماعة الفقراء وزواء اللي عنده عنده مئتين الف ومليون وزوجملاين هو الخوف على كبار المضاربين حتى في العملة الصعبة رايكين مضاربة في العملة الصعبة راهي يحكموها ويخلوها تشح في السوق الناس محتاجين للعملة الصعبة يغطر انه يشريها بطريقة ترتفع الاسعار انتها كيه ترتفع الاسعار انتها وبعد ذلك هو يشري بها السلعة من الخارج بينسير السلعة رايح تزيد ترتفع واحيانا تتعطل اذا تعطلت سوق العملة الصعبة ولا مكانش عملة اذا قبل ما تحارب المضاربين في السلع حارب المضاربين ومافيا العملة الصعبة لو انها تتجر الدولة الان على محاربة مافيا العملة الصعبة هنا راه الخطر الكبير لانها رايح تتمس برؤوس الفساد رؤوس الفساد في الجزائر والله مش اولئك الذين يشروا قطع الارض ويدوا كذا وكذا وهذا ره من درجة ثانية او الثالثة الدرجة الاولى هم رؤوس الفساد اللي ما يهيمنين على اغلى شيء في الجزائر هو الذهب والعملة الصعبة هذه هي الماضي اذا اذا تريد يتبون انك تدير قوانين ودير كذا اول حاجة الحرب الشاملة على السكوار هل يعقل من مديرية الامن الوطني من هنا مؤسسات من البرلمان الولاية محكمة سيدي محمد كلهم دايرين والسكوار الناس واقفة ثم فيهم سيارات معمرة تلقى عنده زوج ملايين فلا مال تعطموا بيه اورو زوج ملايين دولار يعني لو انها تدير هجمة واحدة على السكوار تحصرها انا اجزم لكم رح تخرجلك بواحد المليار دولار دولار فضلا عن الاموال الطائلة اللي مخبية في بيوت الدول الان في كل العالم اللي عندها اقتصاد قوي محافظة على اقتصادها روك ونجيب مبلغ هكذا وإلا يحكموك البر عندك لكيه قيمة كبيرة معينة رو إذا ما ثبت من أين لك هذا رح يديروك عمل أنك تقوم بطبيع الأموال انت رمي بيض في الأموال تحت رعاية ناس مسؤولين في المخابرات والأجهزة الأمنية والدولة تتفرج وهو يقول لك ندير قوانين ونمشي حتى للإعدام المشكلة مش هنا المشكلة ليست هنا في شرعانة عندك قوانين أخرى لمكافحة المافيات المختلفة المافيات المختلفة انت تقول لي باش تحافظ على الأسعار إذن دينار يطيح العملة تغلى السلع تجيبها في ظل عملة غالية مضطر أنك ترفع لها الدولة تلطر تدير الدعم وهكذا يحدث لك النزيف للخزينة العمومية بينسير يتآكل احتياتك المالي والمليارات بدأت تروح بينسير لا يمكن أبداً تسيطر على السوق هناك خبراء اقتصاديين سمعت عندهم كلام رهيب في هذا الشهر وأكدوا بأن قضية المضاربة رهي مرتبطة بأشياء أخرى مش بوجود أشخاص يجيبوا السلع يشيروها ويخبوها رهي يشيرها غالية فيضطر أنه يخبيها حتى يرفع يخلي فرصة ترفع على السعر باش يبيعها باش ما يخسرش أنت يجي مثلاً وزير التجارة يقول بطاطا ما تفوتش السعر كذا يقولها تبون سعر البطاطا ما لازمش يفوت بطاطا نحن مرحباً بطاطا ويخبوها تتلع على 60 دينار صحيح ما يفوتش ما يفوتش يفوتش 60 دينار صحيح صحيح قولنا uh... السلام عليكم إننا سألونة بطاطا أئت 9٩ إنه سألونة بطاطا أئت 10٩ إنه سألونة بطاطا هاي عشر الهدف بصنا ربعه اداف باطن خلينه اداف ووزير التجارة ايضا يطلق في وعود هاي عشي الهدف امتر انت عارفوا بان فطرة الشيتاء لسقطة الامطار ربعية وانتم ما تعارفوا بان هاي الفطرة عاديتون لستين بريود كروز يعني ما كاش الجين في الصحرى لونك كنا ننتظر بطاطة وبطاطا الشمال عندما بدأت تدخل أمطار و تعرفوا بلي صعوبة جنية في الغرقة والأمطار هذو كثبت ثيام و لا ربع يام خلقت هذا الفيراب حمل دلاء عالجناها مع وزارة التجارة بإخراج المخزون وكم تلاحظوا في أماكن كثيرة البطاطا يتبع 4,000-4,500-5,000 هذا المخزون المخزن عندنا والبطاطا يعني كما نقوله فري أسعارها بدأت تنزل عندما عودوا ورجعوا أخوالنا الفلاحين بعد تحسوا نظروف الجوية ورجعوا يجنوا هذي الأخوة ويترجع يكد في الكدب ما كاشي الحقيقة باقي نجي مهدر معه وهم يجيلوا لي في الطريق ها هذي البلاد هذي وين الشعب خلينا بالبطاطا لكم متفاهمين ويش يجاني غالي كرشي الخضرة حسين التعامل حليب مكاش حليب مكاش حليوم بعد ذلك هيا بالله عليك التاجر اللي يجيه وزير التجارة يقول له مثلا بيع ب5,000 وهو شريها ب7,000 يروح يلمقشه يرميه هو يروح يروح لداره انت لو وفرت له البطاطا بسعر 3,000 وهو يبيعها بربعلاف مثلا يدي أكل ألف فرنك حقه تعابه هنا في الحالة هذه راك عندك الحق انت أصلا الدولة تدير في المضاربة الناس تقعد خمسة أيام ستة أيام أسابيع باش تجيب سرعة من عند الدولة الدولة را تدير هي تدير في المضاربة في أهمنت حارب يا تبون وفقت المهم اراني درت قانون وراني هددت وكذا وكذا باش تبين بأنك رئيس وعندك سلطة وعندك كذا هذا كلام فارغ هذا كله كلام فارغ الحقيقة الدولة إذا أرادت أن تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ترفع لهم أجورهم والدولة أيضا تحافظ على مخزونها المالي وأيضا تكون هناك مكافحة الفساد استرجاع الأموال القضاء على الأسواق الموازية هذه تواعى المافيوية والأهم هو سوق العملة يجب أن يتوقف نهائيا يتوقف نهائيا لولي يمسكوا عنده عملة يصدرها ويدخلها لحبس ديروا في قانون مضاربة دير قانون جديد قضية بيع العملة بيع العملة بطرق غير مشروعة راهي مثل بيع الأشياء الممنوعات الأخرى اللي حاربها العالم أنت هكذا راهي اقتصادك يتدمر هل يعقل أنه عملة صعبة نتعى البلاد الناس تدخل مهاجرين تجيب الملايين من العملة الصعبة للجزائر كلها تصب في جيوب أشخاص يعاودوا يخرجوها للخارج بطرق غير مشروعة ولا تستفيد منها الجزائر في شيء كيفاش تحوس على الاقتصاد يتعافى كيفاش عندك تحوس عندك احتياطي كبير من العملة الصعبة وهو ناكا نزيف من طرف مافيا على هذه الأموال إذن على تبون إذن أراد حقيقة كما يدعي محاربة المضاربة أن يبدأ بسوق العملة الصعبة بتنظيمها تكون هناك مكاتب صرف تعتمد على الأسعار القانونية التي تأتيهم من البنك المركزي الجزائري عنده مبلغ بسيط يديه فايدا والأجهزة الأمنية تطارد كل واحد تمسمع عنده عملة صعبة في داره تأخذ أمر من وكيل جمهورية وتروح للتفتيش كأنه مثلها مثل الحشيش والأشياء الأخرى المحظورة والممنوعة هذه هكذا تكون أمور جدية الدولة لما تسترجعوا تحافظ على عملتها الصعبة تحافظ على ذهبها تحافظ على الأشياء ثرواتها بهذه الطريقة هنا تبدأ الحرب على المضاربين حقيقة المشكلة رأي ماشي مختزلة في المضاربين اختزالها في المضاربين هدفه استهداف صغار التجار لأن الرؤوس الكبيرة لا تستهدل المشكلة دائما في الجزائر هي في تطبيق القوانين وليست في القانونين في عد ذاتها كم من قانون داروه لم يطبق ترى وجيه واحد مفتش تعتجارة يدخل عنده حوانت يلقى عنده سلعة ميتة يجب أن يعطيها مليون يحطه له في جيبه ويخرج كأنه لم يجد شيء إذن الفساد رأي يماشي في ذاك اللي يبيع فقط في السلعة الفاسدة في الإدارة اللي يرعاها في الإدارة اللي فقد ضميره المهني فقد ضميره الأخلاقي تجاه ناس قد يدفعون الثمن غالب من حياتهم لذلك يتبون ما تقوم به ما تدعيه راه مجرد ضحك على ذوقون الجزائريين فقط رح تضحه بعض التجار ولا بعض الرؤوس اللي حان قطافها حان موعد أن تقطف حقيقة وتستعملوا هذا القانون المضارب أما أنكم تستعملوا القوانين من أجل الحفاظ على المواطن وقدرة الشرائية لا أنا نشوف أن الدولة اللي تريد أن تحافظ على هيبتها لازم تحافظ على كل شيء يخصها وأهم شيء أن العملة عندما تدخل البلد يجب أن تكون ملك الدولة لازم لها طروح للخزينة العمومية الدولة اللي تشريها والدولة اللي تبيعها والدولة اللي تدي ضرائب على الناس اللي تاجروا فيها هل يعقل أنه الناس تاجر بالمليارات في سوق السكوار وما يدفعوا الضرائب الناس تروني بالمليارات من الدولارات والأروات يا جماعة مش مبلغ انتع مئتين أور ولا خمسمائة ألف أور ولا مئة ألف أور ولا شيء المليارات ولا يدفعوا الضرائب تلقى فتح محل يبيع في العملة الصعبة بالملايين من الأروات وعنده شوي سلعة وشوي بطاطا وطماطم وكذا وكذا شوي خضر وفواكه أذي كما يدفعش عليها يديكلاري حاجة خفيفة ما يخلص حتى ضرائب أما لما تدير محلاء للصرافة راه عنده مدخول محدد عنده ضريبة معينة يدفعها إذا وصل إلى المبلغ الذي يجب أن يدفع فيه الضرائب إذن قضية غلاء الأسعار وقضية القدرة الشرائية راه يترتبط بكل هذه الجوانب اختزالها في المضاربين راه ضحك على ذقون الجزائرين إما أنه تبون يجهل هذه الحقيقة ولا أظن الرجل دخل في شبكات تعمال وأعمال على باله ولذلك فقط يريد أن يظهر كأنه قام بشيء ويحمل المسئولية إلى الأشخاص لا من تتحمل مسئولية المضاربة ومسئولية غلاء الأسعار وإن تدهر القدرة الشرائية هي الدولة والدولة تحتاج إلى أن هناك قوة القانون التي تفرض على المافيات الموجودة في كل القطاعات وفي كل المجالات ودون ذلك فأنت تضحك على الجزائريين يا عبد المجيد تبون ولا يمكن أن يعول عليك في بناء جزائر جديدة ولا حط الحفاظ على الجزائر القديمة بل كل ما في الأمر أنك في خدمة لوبهات مافيوية لا تستطيع أن تقترب من أسوارها لأنها محصنة ولديها نفوذها في كل الدوائر وإن اقتربت منها ستدفع الثمن غالي كما دفع الذين سباقوك والأيام بيننا سجال نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة